اشتركوا في القناة اما الاخر فيلعب لاندية مغمورة ولا نعرف عنه شيء سوى كونه شقيق اخيه النجم باستثناءات قليلة لاشقاء بعضهم توأم يلعبون ويتألقون معا باقمصة اندية كبيرة وهم موضوع فيديو اليوم من قناتكم ميتسبورت بحيث سنعرض لكم تقريرا بافضل سبع اشقاء في عالم كرة القدم حاليا فابقوا معنا قبل ان نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الاعجاب الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا الشقيقان بندر التوأم الالماني لارس بندر وزفين بندر صاحبا ثلاثين عام يدافعان سويا عن الوان بارلوفر كوزن في الوقت الحالي حيث ينشط لارس كلاعب وسط مدافع او كظهير ايمن في بعض الاحيان وكان قد بدأ مشواره الاحترافية بصفوف نادي ميونيخ 1860 ثم انتقل عام 2009 الى بارلوفر كوزن الذي يحافظ على مركز اساسي بين صفوفه حتى الان بينما يجيد شقيقه سفين اللعب ايضا في مركز خط الوسط بالاضافة الى مركز قلب الدفاع وجاءت بدايته في نفس النادي الذي لعب له شقيقه في البدايات ايضا ميونيخ 1860 قبل ان ينتقل عام 2009 الى باروسيا دورتموند الذي حمل شعاره على مدار ثمان مواسم حجز خلالها مكانا اساسيا وتوجى مع الفريق بستة القابة ابرزها لقب البوندزليجا مرتين متتاليتين عام 2011 و2012 وفي صيف 2017 انتهت مغامرة تصفين مع اصود الفيستفاليا فذهب لمزاملة شقيقه في بارلوفر كوزن وهناك اصبح احد اهم الركائز في تشكيلة الفريق خلال الموسمين الماضيين ومازال يواصل ظهوره الجيد خلال الموسم الحالي الشقيقان ايو على خط والدهم الغاني عبيدي بيلي احد نجوم القارة السمراء السابقين سار ثنائي جوردان واندري ايو في ملاعب المستديرة فالاكبر اندري والبالغ 30 عاما يعتبر احد الاسماء البارزة في القارة الافريقية بعد تألقه في السنوات الماضية رفقة منتخب البلاك ستارز وعلى صعيد الاندية ترك ايضا بصمة كبيرة خاصة مع مارسيليا الفرنسي النادي الذي عرف بداية تألقه في القارة العجوز اضافة الى ويست هام يونايتد الانجليزي الذي لعب له بين عامي 2016 و2018 وحاليا يدافع اندري عن الوان سوانزي سيتي بدور الدرجة الاولى الانجليزي بل ويقدم معه مستويات رائعة حتى الان حيث شارك في 21 مباراة سجل خلالها تسعة اهداف وصنع اربعة اما شقيقه الاصغر جوردان صاحب الثمانية وعشرين عام فكانت بدايته ايضا مع مارسيليا وتنقل بعد ذلك بين عدة اندية ابرزها لوريان الفرنسي واستون فيلا واسوانزي سيتي بانجلترا وحاليا يتواجد كمهاجم اساسي بصفوف كريستال بالاس الذي شارك معه حتى الان في 16 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها اربعة اهداف الشقيقان خديرة سامي خديرة وراني خديرة الثنائي الالماني صاحب الاصول التونسية الاكبر هو سامي صاحب الاثنين وثلاثين عام وبطل العالم عام 2014 رفقة الماكينات الالمانية وهو النجم الذي قدم موهبته للعالم في ملاعب البوندوزليغا حيث نشأ في اكاديمية شتوتغارد وتدرج حتى لعب للفريق الاول قبل ان يخطو الخطوة الاهم في مسيرته بالانتقال الى ريال مدريد في صيف 2010 هناك ظهر بصورة مميزة رفقة الميرينجي وتوجه بسبعة القاب اهمها دول ابطال اوروبا عام 2014 وفي صيف 2015 قرر خوض تحدي جديد بالانضمام الى يوفينتوس ليتوجه معه بثمانية القاب محلية في المواسم الاربعة الماضية وبينما كان يواصل مسيرته بقميس السيدة العجوز قلال الموسم الحالي تعرض لاصابة في ركبته خضع على اثرها لعملية جراحية مطلع الشهر الحالي ستتسبب في غيابه لثلاثة اشهر ومن الشقيق الاكبر سامي الى راني خضيرا صاحب الخمسة وعشرين عام الذي سار على دربي شقيقه ونشأ مع شتوتغارت ايضا ثم تدرج حتى وصل للفريق الاول قبل ان ينتقل الى لايبزيغ وفي صيف 2017 انتقل الى ناديه الحالي اوغسبورغ الذي يحجز معه مكانا اساسيا في مركز خط الوسط المدافع حتى الان الجدير بالذكر ان راني كان قد تلقى دعوة سابقة من اتحاد كرة القدم التونسي لاقناعه بتمثيل نصور قرطاج على الصعيد الدولي بحكم امتلاكه لاصول تونسية الا انه رفض واكد رغبته في اللعب لالمانيا ومزاملة شقيقه وهو ما لم يحدث حيث لم يتم استدعاؤه للمنتخب الاول حتى الان رغم تمثيله لالمانيا في معظم منتخبات الناشئين الشقيقان هيرنانديز لوكاس هيرنانديز وثيو هيرنانديز والبداية كانت مع الكرة الاسبانية حيث نشأ كل النجمين الفرنسيين في اكاديمية اطلاتيكو مادريد قبل ان يختلف مسارهما بعد ذلك اذ تدرج لوكاس هيرنانديز صاحب الثلاثة وعشرين عام حتى لعب مع الفريق الاول للروخ بلانكوس وقدم معه اداءا رائعا في مركزي الظاهر الايسر وقلب الدفاع على مدار خمس مواسم قبل ان ينتقل الى بايرم يونيك في الصيف الماضي مقابل ثمانين مليون يورو كاغلى صفقة في تاريخ العملاق الباظاري وهناك حاول لوكاس الظهور بشكل جيد في تجربته الجديدة مع بايرم لكنه تعرض في اكتوبر الماضي لاصابة في كاحله ستضطره للغياب حتى بدايات العام الجديد اما الشقيق الاصغر ثيو هيرنانديز البالغ 22 عام فلم يحظى بفرصة اللعب للفريق الاول لاتلاتيكو وخاض عدة تجارب في ملاعب الليجة بقميص الافيس ريال مدريد وريال سوسيداد قبل ان يقارر الرحيل في الصيف الماضي الى ميلان واليوم هو احد ابرز النجوم في تشكيلة الروسونيري حيث يقدم مستويات ثابتة في مركز الظهير الايسر للفريق وشارك حتى الان في 13 مباراة صنع خلالها هدف وسجل اربعة اهداف حاسمة ضمنت له رقما قياسيا كاول ظهير في تاريخ ميلان ينجح في تسجيل اربعة اهداف في موسمه الاول مع الفريق الشقيقان بواتينغ ينتسب الشقيقان كيفين برينس بواتينغ وجيروم بواتينغ لوالدهما برينس بواتينغ الذي غادر غانا في عام 1981 ليدرس في المانيا وهناك اصبح لديه الطفلين جيروم وكيفين وكلاهما بدأ مسيرته في فريق هيرتا بيرلين واستمرا في صفوفه حتى عام 2007 ثم افترقا فيما بعد ليلعبا لاندية مختلفة ومنتخبين مختلفين حيث اختار كيفين صاحب الاثنين وثلاثين عام ان يلعب لموطنه الاصلي غانا ومثل اندية عديدة ابرزها توتنهام وروسيا دورتموند ميلان شالكا وكانت له مغامرة غير جيدة بقميص برشلونة في الموسم الماضي كمعار من ساسولو وحاليا يلعب بصفوف فيورنتينا حيث شارك حتى الان في اثنتين عشرة مباراة سجل هدفا وحيدا اما الشقيق الاصغر جيروم ابن الواحد وثلاثين عام فقرر ارتداء قميص البلد التي ولد بها المانيا وحمل مع الماكينات كأس العالم الفين واربعة عشر وعلى مستوى الاندية لعبا لهامبورغ ومانشستر سيتي بعد مغادرته هيرتا بيرلين قبل ان ينضم الى ناديه الحالي بايرم يونيخ في صيف الفين واحد عشر وعلى مدار تسع مواسم متواصلة حتى الان توجى بخمسة عشر لقبا ورغم تراجع مستواه في المواسم الثلاثة الماضية الا انه يبقى احدا اهم وابرز الوجوه الدفاعية في الكرة الالمانية الشقيقان الكنتارا خرجاء اكاديمية لماسيا تياغو وارافينيا الكنتارا هما ابناء النجم البرازيلي السابق مازينيو الفائز بكأس العالم الف وتسعمائة واربعة وتسعين مع البرازيل وعلى مدار مسيرتهم الكروية سلك كلا منهما طريقا مختلفا عن الاخر سواء على صعيد الاندية او المنتخبات فالاكبر سنا وهو تياغو صاحب الثمانية وعشرين عام لعب للفئات السنية لاسبانيا واختار تنفيل منتخبها الاول ومع الاندية كانت له تجربة لا تنسى مع الفريق الاول للبارسا بعد التصعيده حيث توج معه بثمانية القابة قبل ان يرحل الى بايرم يونيخ في صيف الفين وثلاثة عشر ليحرز معه ثلاثة عشر لقبا حتى الان ومازال يحتفظ بمكانة هامة في خط وسط الفريق باعتباره احد ابرز لاعبي العالم في مركزه اما الاصغر وهو رافينيا البالغ ستة وعشرين عام فعلى غرار شقيقه مثل منتخبات اسبانيا للناشئين لكنه قرر حملة قميص المنتخب الاول لبلده الام البرازيل اما على مستوى الاندية وعلى الرغم من تتويجه باثنى عشر لقبا مع الفريق الاول للبارسة الا انه لم يستطع الظفر بمركز اساسي لفترات طويلة وبسبب ذلك اضافة لتعدد اصاباته التي لطالما حرمته من تقديم كل ما يملك كان قد خرج كمعار في الفين وثلاثة عشر الى سيلتافيغو وفي الفين وثمانية عشر الى انتر ميلان قبل ان تتكرر اعارته الى سيلتافيغو في الصيف الماضي وخلال الموسم الحالي شارك مع الاخير في اثنتين عشرة مباراة سجل خلالها هدفا واحدا الشقيقان هازارد نبدأ بجناح ريال مدريد وصاحب الشعبية الاكبر ايدين هازارد الذي سيكمل عامه التاسع والعشرين في يناير المقبل وهو النجم الذي بزغ معاليل الفرنسي في بداية مشواره الكروي قبل ان ينتقل الى تشيلسي ليقضي معه سبع مواسل بصم خلالها على مستويات مبهرة وتوج مع الفريق بستة القاب لكنه اختار في الصيف الماضي الرحيل الى ريال مدريد ليحقق حلما طال انتظاره وبقميص الميرينجي لم تكن بداية هازارد بنفس التواهج الذي كان عليه في ستامفورد بريج لكنه سرعان ما استعاد توازنه وبينما كان على وشك العودة لافضل مستوياته تعرض لاصابة بشرخ في قدمه ويغيب حاليا عن المستطيل الاخضر مع توقعات بعودته بداية العام الجديد ومن ريال مدريد الى بوروسيا دورتموند الذي يضم بين صفوفه الشقيق الاصغر ثورغان هازارد صاحب الستة وعشرين عام والذي بدأ مسيرته مع لينس بفرنسا وبلغ قمة تألقه مع بوروسيا مونشنجلادباخ الذي لعب له بين عامي 2014 و2019 قبل ان ينتقل الى دورتموند في الصيف الماضي ومع اسود الفيستفاليا واصل ثورغان تألقه واصبح احد ابرز نجوم الفريق والبونتوزليغا ككل اذ شارك حتى الان في واحد وعشرين مباراة مع دورتموند سجل خلالها اربعة اهداف وصنع ثمانية ويشكل ثورغان بجانب شقيقه الاكبر ايدن احد اهم اسلحة منتخب بلجيكا بالوقت الحالي ان اعجبك هذا الفيديو من قناة ميت سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الاعجاب والاشتراك بالقناة ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة